اشتركوا في القناة 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 فيتامين دي بكل الاحوال لازم انو الفترة تكون كتير مدروسة والاوقات يكونوا مدروسة كنت عم بتقولي انو نحن مفكر انو اذا عنا نقص بالفيتامين دي يعني عضامنا هنه اكتر شي بيتأثروا بس لا اخر الابحاث والدليل كنت بدبي وشفت اخر الابحاث وبدلي في عوارد تانية او نتائج تانية بتأثر على نقص الفيتامين دي بالجسم شو هنه اهم شي العظم هيدا اكتر يعني بس مش ضغرة مش بنفس السنة رح نحس فيه رح نحس فيه على كبر ورح يكون خلاص طوليت لسوق الحظ ولكن العوارد الاخرى هي ترقق العظم يعني ترقق العظم غير تكلس لا التكلس اذا احنا اخذنا كتير فيتامين دي اه ازيادة الفيتامين دي بصير في تكلس بصير في عنا الكالسيوم عم ينسحب بشكل كتير عالي وعم عم عم ينوضع محلات مش لازم مثلا تكلس الحوض بصير في كالسيوم ديبوزيشن من هيك الاعزبال لا اكتر ولا اقل مصبوط مش نحك المكملات خطرة بالفيتامين دي اذا نحنا مننا بحاجة لقلة اما اذا كان ناقص بالجسم فكمان رح يكون عم بيأثر على الديبريشن على الاكتئاب كمان دراسات بيانت انه عن نفس كمان رح توطى الهلمون طبع feeling good الراحة ورح نصير عم عرضين اكتر للاكتئاب وكمان عم يتبين مع الاطفال غير انه عدمهم كمان عم بيكون عندهم مثل خطر اكتر من اثابة بالسرطان على كبر يعني هون صرنا بشي خطر كتير اكيد الدراسات بعد بدت نعمل اكتر واكتر ع سنين عديدة حتى يثبت كيف الميكانيزم ولكن عم يبلش يبين خصوصا بسرطان الامعاء عند الاطفال هلأ منرجع اكتر للنتائج او لل لا كنا هلأ عم نحكي عن موضوع غير بس خلينا عند الاطفال بتبين هذا الموضوع بيبين الفيتامين اذا من هنو صغار من الاجرين من خلال الاجرين مازبوط اذا طفل جري او سين اركي يعني اكيد لازم يكون في مشكلة بالعدم ولازم يشوف الطبيب وما بدأيان لازم تكون السبب هو بس مش كل الاجرين الاركيب يعني انه اكيد لأ انا كتير مهم انه الطبيب هو يكون عم يشخص نحنا اخصائيين تغذية بس منعطي انه لازم يزور الطبيب ننصحهم بس ما فينا نقول ما فيكون تحكموا على الحالة شو هي مش شغلتنا ابدا مش لازم حتى نحنا نعطي الفيتامين ممنوع نوصف انه خدوا هالقد هيدا شي بلازم ما حدا يسمح لأخصائي التغذية تكون عم توصف لمكملات من هون خلينا نقول انه زيادة الفيتامين دي تمام بتضر مثل نقص فيه كنت عم تقولي انه المكملات ما لازم نحنا نخدها شو اللي نتائجة اللي معقول تودي اذا اخذنا فيتامين دي مش وصف لنا مش وصفة طبيب اول شي المكملات منا كلها هي نفسها زيتا يعني فيه مكملات يمكن تكون منا كتير فارماسوتيك يمكن تقدلها مشاكل بالكبد بالكلة ما بدنا نفوت بهالموضوع تاني شي اذا اخذنا اكتر دوز اكتر مما نحنا بحاجة رح الكالسيوم يكون مثل ما قلت عم يعلى ولما الكالسيوم كتير يعلى كمان بيكون عم بيقدل لتكلس الصفت شوزي اللي هن الاعضاء اللي ما لازم يكون في عليها كالسيوم وهذا شي اكيد بيقد كمان للحصة حصة الكلا ومشكل اخر خلينا نرجع نحكي عن مؤتمر دوباي تفضلي مؤتمر دوباي افتتحوا دكتور كمانا كتير ضليع بهذا الموضوع ووعينا عن هلا اكيد كان في كتير موضيع ولكن الافتتاح كان عن الفيتامين دي وحكي عن الساشن كتير مهمة تحتى نحنا بالميديتريني ما نفكر حالنا ان احنا محميين من نقص الفيتامين دي وانه نحنا في عنا شمس اذا نحنا عم نلبس كم طويل اذا نحنا عم نحط السانسكرين اذا نحنا اطفالنا شي كتير خطر عم يلعبوا جوات البيت عالفيديو جيمز ما بقى عم يظهروا لبرة ما بقى عم يتعرضوا لشوية اشاعة شمس مفيدة لقلون كمانا هيدا الشيء عم بيعرضوا اكتر واكتر بارلا الفيتامين دي بالاكل من اي انواع اكل فينا ناخده مزبوط الفيتامين دي مصدره الاساسي مثل مقلة الشمس مع تفاعله مع الكوليسترول تحت البشرة ولكن اذا السمك الدسيم مثل السلمن التونة الماكرال هالامور السردين هؤل كتير مهمين بفوتوا شوية الفيتامين دي بس مش الكمية الكافية اكيد لا انا احما مصدر هو الشمس اكيد ما في ما في نحكي بهالموضوع ولكن كمانا اللي بياخد زيت السمك مانا مانا عم بنصح ياخده زيت السمك بنسأل الطبيب بس اذا سمح لهم كمان بيكون عم يدخل على جسمهم شوية فيتامين دي بس في كتير عالم كمان منهم اللي حالهم بياخده زيت السمك انا المكملات الغذائية لما انا قرر اخدها بس مش منيح اكيد مانا منيح انا شو بيعرفنا انا زهر الشيء هيأثر على كبدي يمكن انا مبارك اذا عم بياخد الكمية اللازمة اللازمة اذا عم بياخد اكتر بيدر اذا عم بياخد اقل بيدر اذا عم بياخد اصلا من الاكل انا ليه بيحاجة ادفع اموال طائلة على امور مني بيحاجة لقلو يعني كمان هون بدنا نشوف هالدفع المساري اللي عم بيدرنا اوكي كنت عم تقولي انه نقص الفيتامين دي بيأثر على العظم بشكل اساسي مزبوط وكمان مسبب لمرة السرطان من الاسباب الممكن زيد الخطر للاصابة اوكي وتبين كمان حسب دراسة عملت انه اذا حدا عنده اراد سرطان ونقصه كتير فيتامين دي عم بيكونه العوارض اقصى يعني عم بيكون العلاج اقصى عم بيطور اكتر هلأ برجع بقول العلم بعد بده يتطور بهالموضوع ويفسروا لنا اكتر كيف هالامور عم بتصير بس نحنا بلشنا نواعي عن هالموضوع وبده اقول كمان انه نقص الفيتامين دي كمان بيأثر على المناعة وعلى النوع السكر النوع التاني واتفاع ضغط الدم اوكي لكن نحنا لحتى ناخد الفيتامين دي اللي بحاجة جسمنا لقله هو ثلاث مرات بالاسبوع على مدة ربع ساعة تحت الشمس بين ساعة عشر وثلاث اوكي بلس الاكل كمان مزبوط اكت نحنا لازم ناكل اصلا والبروتيين اللي هو احسن بروتيين بيجى من السمك يعني كمان شي صحي ليه بده اخد هالحبة المكمل الغذائي لما فيها لا بروتيين ولا فيها سلانيوم ولا فيها بس الفيتامين دي والأوميغا 3 يعني بتكون نقصة بس مزبوط انه نحنا بلبنان عندنا عن جد كتير اصابة بنقص الفيتامين دي من اجسامنا انا اغلب العالم يبيجوا لعندي وبيكون ما معهم خبر بتطلب فحص دم يروحوا يتواجهوا عند الطبيب لا يعملوا فحص الدم 3 تربيعا يطلع انه عندهم نقص وفي نسب تستلش حتى بديقول شغلي هون كمان ما حدا كي منتبه لا يمكن حتى لخسارة الوزن اللي عنده نقص بالفيتامين دي بيكون عنده اكتر صعوبة انه يخسر يخسر وزنه يا الله ايضا كرمي من حجب مش انه عباكم زيادة لا نس بده حرام دايما تلاقي قام مشان هيك هلا اكيد هو بيساعد باش منه السبب لحاله يعني اكيد الرياضة بس كتير غريب انه ما في مكم او ما في انواع اكل بتعطينا الكمية الكافية من الفيتامين دي مش كل الفيتامين هي بس بالمأكلات مثل الفيتامين دي مثلا الفيتامين كي بنخدها من الامعاء من بكتيريا الامعاء يعني كمان نس بتصير انه اكيد بنخدها من الاكل ولكن الامعاء الفيتامين دي كمان بدنا نتكل على الطبيعة وهنا عن جد بحب شدد قديش مهم اطفالنا يكونوا عم يلعبوا برا مش بس كرميل الفيتامين دي كرميل هال هالخمول هالخمول اللي عم نشوفه بالاطفال ما بيتحركوا صار عندهم كرش ما بحياتنا كنا نشوف اطفال تلاتة اربعة عندهم كرش عندهم سكري النوع التاني وهنا دق الخطر عن جد بهالقصص الامور الصحية لازم الاطفال اللي يتحركوا وقال له واصلين وقتا نحكي عن سكري نوع تاني شو يعني نوع تاني بيجي من كترة الدهون اللي تلحرك واكيد بيكون في العامل الجيني يعني الجيناتيكس بالعيلة هون ساعتها في عامل وقاية كتير مهم اللي بينتبه بيعمل رياضة الاكل اللي بيأكل مش بس سكر بيسببه لكن اكتر الدهون الدهون المضرة مثل الدهون المتحولة trans fatty acids بيجو من المقالة دونات كواسان كل شي مخبوز وكمان اكيد المقالة كل شي لحمة شو ما كان مقلة بيدر بهالموضوع واكيد البدانة كل ما حدا عنده دهون اكتر كل ما يكون عنده مرتبتي ببعضهم يعني مزبوط نفس الشي اللي بيعلي الكوليسترول نفس الشي اللي بيعلي ضغط الدم وازا صار فيه اكتر من شغلة مخربطة بالدم واحدة صار فيه الميتابوليك سندرم هون اكيد نحكي عنه بركي مرة تانية قديش هو هشي خطر ولولو تحت بارلا حرفوش اقتصاصية اقتصاد التغذية نحن مشكر حضوريك معنا مرسي لقل منقلك مبروك تانكيو سونك معقول نرجع نشوفك من هلأ لوقت العرس يمكن بعد العرس وقتا ارجع 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 بركي بطلع عليكم مرسي مبروك بنا عاد عليك تانكيو بريكم نرجع